أهم معارض جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة التاريخية تامين وادي الأطحال في جنوبي 1958 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات تامين وادي الأطحال جنوبي 1958 ميلادي قوات جيش التحرير الوطني وتتشكل قوات جيش التحرير المشاركة في هذا التامين من توموندوس علي خوجة ويتشكل من 140 جنديا وكانت القيادة فيه تتوزع على النحو الآتي طايد توموندوس رايد عز الدين ونائب السي عبدالنور طايد الفصائل الحاج بالقايد توفي بعد الاستقلال والرابع شهيد وقاد بن زرور وقد كانت وحدة المجاهدين مسلحة تسليحا جيدا بحيث كان بحوزتها طايد جماعية من نوع تارنت فانبار بازوتا 29-24 ريطة فردية من نوع مات 49 دارا موزير ماس طامسون القوات الفرنسية كانت مشتلة من تماني شاحنات وثلاث دبابات مصفحة وادي الأتحل يقع ببلدية صور الغزلان ويبعد عنها بحوالي ثلاثة تيلومتر يحده شمالا الطلع الزلطة وشاطا منجم صور الغزلان وغربا دوار أولاد خلوف وحسب التنظيم الثوري تانى تابعا للنحية الرابعة بالمنطقة الخامسة الولاية الرابعة وموطع التامين عبارة عن منعرج بالطريق الرابط ما بين طابلات وصول الغزلان يفصله وادي عامير يمر فوقه جزء تابع تحيط به الصخور من جهاته الثلاث باستثناء الناحية الشرطية فهي عبارة عن بطعة جرداء وطايا المعرقة لاحظ المسؤولون السياسيون في الناحية الرابعة من المنطقة الخامسة الولاية الرابعة بعد المراقبة المستمرة أن طافلة عسكرية فرنسية متتونة من عدة شاحنات كانت تتجه إلى مدينة سور الغزنال كل مساء فاتصلوا بقائد كوموندوس علي السياس الدين لتحضير خطة محتمى لنصب تامين لهذه الطافلة وفي أحد أيام جنفي 1958 ميلادي على الساعة الثالثة مساء غادرت وحدة جيش التحرير الوطني قرية أولاد خلوف متجه إلى وادي الأتحال وطعم الرائد عز الدين بترسيم قواته إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى عند بداية المنعرج المجموعة الثانية عند نهايته المجموعة الثالثة وسط المنعرج وفي حدود الساعة الخامسة مساء وصلت القافلة المطلة لجنود العدو ولما بلغت المتان ودخلت في نطاط التامين أعطى طايد التتيب أمرا ببدء إطلاط النار بشكل متثف أصاب مصفحة ودبابتان تتقدمان القافلة فانحرفتا وانقلبتا بالوادي ثم تلذى لتعصابة الشاحنات الواحدة والأخرى وفي هذه الأثناء تمتنت دبابة تانت بالخلف من أخذ متانها وصوبت تضعيفها نحو مواقع المجاهدين ولتون المتان غير بعيد عن مدينة صور الغزلان حيث الثتانات العسترية فإن المجاهدين انسحبوا دون أي تغنيمة وذالت لتون الوادي عمير جدا ولأن الدبابة تانت لهم بالمرصاد ولأن النجدات تحرطت من مدينة صور الغزلان نتائج الكمين خسائر القوات الفرنسية فقد العدو خلال هذا الكمين مصفحتين ودبابة وعددا من الشاحنات التي تحطمت عن آخرها بسبب الحريط الذي شبه بها وترك حوالي ثمانون قتيلا من جنده خسائر جيش التحرير لم يصب أي مجاهد بهذا لأن الخطة تانت محتمى وإن تان المجاهدون في هذه العملية لم يغنموا شيئا للأسباب التي سبط ذكرها وإن تان هذا التمين قد بث الرعب والفزع في صفوف الفرنسيين وفقد الرعاية الفرنسيون الثقة في قدرة جيشهم على حمايتهم ولم يصدقوا ما حدث تانا بجوار ثتنات العدو وبين أبراج المراقبة المنتشرة عبر المنطقة والمراتز الدفاعية المجهزة بأحدث وسائل الفتك والدمار كما بث في نفوس المواطنين الثقة بثورتهم وبرهن على مدى قدرة رجال جيش التحرير على ملاحقة الأداء وإلحاق الضرر بهم أينما حلوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد